أنا الحقيقة عايز أكلم في نقطة في غاية الأهمية وأعتقد أنه لا يخف على أحد ما أعتقدش أنه في حد عائل أو موضوع يقدر ينكر أنه الأهلي مش محتاج مجاملة في أي وقت من الأوقات وخصوصاً لما نكون بنتكلم على مستوى البطولات المحلية الأهلي يا سادة لا ينافس إلا نفسه دي حقيقة أو أمر واقع فالأهلي مش محتاج مجاملة من أي نوع بالعكس ما تيجي تبص على أجندة كل موسم تلاقي أنه الأهلي يمكن يكون أكثر الأندلة بيتعرض لظروف خاصة جداً ومع ذلك بينجح فيه تحقيق الألقاف والبطولات هبدأ معاكم بنقطة تنظيمية بلجنة مسابقات وأتمنى ما عنديش مهنة أنك ترتكب خطأ لكن ما تطلعش قدام الملايين أنت بتكلم هنا تيجي تكلم مع جماهي النادي الأهلي تتكلم ملايين فما عنديش مهنة أنك أنت لما ترتكب خطأ ما تطلع تعتذر عنه لكن أنك تطلع تبرره وتحاول تأكد على صحة قرارك هنا لازم يكون لنا وقف هبدأ معاكم قبل ما أدخل في تفاصيل مطش مبارح بجدول الدوري وتعالوا نشوف بعدما الأهلي خد 12 نقطة على التوالي أربع مطشات بدأهم بالإسماعيلي ثم الجونة ثم الاتحاد ثم بلدية المحلة موقف وترتيب الأهلي في جدول الدوري إزاي ده الجدول إزاي ما حضراتكم شايفينه طبعا بيراميدز في صدارة الترتيب لعب 19 مباراة وعنده فيه رصيده من النقاط 44 نقطة المصري في المركز الثاني لعب 21 لقاء عنده 37 نقطة زاد مركز ثالث 22 نقطة 22 لقاء 36 نقطة والاتحاد السكنداري 22 لقاء 35 نقطة ثم الأهلي بيقفز المركز الخامس وفي طريق إن شاء الله لاستعادة الصدارة عندنا كده يتبقى لنا على المتصدر أربع مباراة أو الفرق بيننا في عدد المباراة اللي اتلعبت أربع مباراة بيننا وبين متصدر جدول الترتيب منهم إن شاء الله لو الأهلي حقق العلامة الكاملة عنده في رصيده حاليا 33 نقطة يوصل لـ 45 نقطة يبقى المنطقي إنه في صدارة جدول الترتيب لكن مش ده اللي لفت نظري الحقيقة في الجدول لفت نظري بما إنه المنافسة غالبا حسب المباراة المؤجلة هتكون بين الأهلي وبين بيرامدز وهل أقرب لي في عدد النقاط وممكن كمان الزمالك بما إنه واحد من أقل الفرق اللي لعبت مباراة في الدوري عنده 15 مباراة في رصيده 24 نقطة فبالتالي بتكلم عن إن المنافسة ممكن تكون بين التلاتة دول طيب خلينا نركز الأول مع الأهلي والزمالك الأهلي في المركز الخامس والزمالك في المركز الثلاثة عشر الاتنين لعبوا حتى اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها مع حضراتكم دي 15 مباراة تمام جدا طب الاتنين وصلين لنهاء البطولتين الأفريقيتين يعني الأهلي هيلعب مع الترجي رايح جاي في نهاية دوري الأبطال والزمالك هيلعب النهاردة ونتمنى له التوفيق طبعا مع نهضة بركان في نهاية بطولة الكونفردر هالي تعالوا نبص من أول المسم كده عشان الناس اللي بتتكلم على مجاملة الأهلي وأنه الأهلي بيتأجلوا مطشاط وأنه الأهلي ده بيساعدوا بيبقى عارف الموقف في الدو الأهلي مش محتاج حد يجبلوا النتيجة من الكنترول تعالوا نشوف معلش في جدول الترتيب كده الزمالك والأهلي لعبوا بالتساوي بعد ما لعبنا مطش البلدان برح وصلنا إحنا الاتنين إحنا متساويين في عدد المباراة طب نشوف من بداية الموسم الأهلي شارك في كام بطولة ولعب في كام مباراة زيادة عن أقرب منافسي في البطولة دي في بطولة الدولي الأهلي لعب يا سادة في بداية الموسم مباراة نهاء السوبر الأفريقي بين بطل الدولي وبطل الكونفيدرالي ولعب ثلاث مطشات في بطولة كاس العالم للأندية ولعب أربع مطشات في السوبر ليج الأفريقي ولعب خد بالك بقى من قصة الكاس السوبر لأنه لما استحدث كاس السوبر بقيت بتلعب البطولة دي من مباراةين مش من مباراة واحدة ولعب مطشين في كانوا في السعودية أعتقد السوبر المصري في السعودية أو في الإمارات مش متذكر بصراحة لكن المباراة كانت لعب خارج مصر فلعب مطشين كمان في كاس السوبر أين كان نادي الزمالك في الإمارات تمام كاس السوبر مصري كان في الإمارات كاس العالم كان في السعودية السوبر ليج رحنا تنزانيا ورحنا جنوب أفريقيا أعتقد حتى اتحاد العاصمة كان برضو في السعودية كان في مطشاط تقريبا كلها صفر ومطشاط دوري الأبطال حتى بالمناسبة يعني وإن كنا نتساوى في عدد المباراة اللي تلعبت ما بين دوري أبطال وكون في درالية لكن الزمالك لعب أغلب مطشاطه هنا في مصر يعني كان معرفة المجموعة فيوتشر فما كانش فيه صفر لعب زهابا وقيابا في القاهرة مباراة بوسليم الليبي اتلعبوا زهابا وقيابا في القاهرة فالأهل رغم رحلات الصفر المتعددة سعودية مرة أولى وسعودية مرة تانية وإمارات وكاس عالم كل المباراة دي تلعبت ومطشاط أفريقيا اللي سافر فيها في كل مراحلها للخارج لعب نفس عدد مطشاط نادي الزمالك أين كان نادي الزمالك من لجنة المسابقات ولماذا أجلت كل هذه المباراة على أقل تأدير يعني كان المفترض أنه الزمالك يبقى قريب من بيرامدز ليه تأجلت للزمالك كل المطشاط دي ليه تساوى السؤال بوضوح شديد جد ليه تساوى نادي الأهلي ونادي الزمالك اللي ابتدوا الموسم في نفس التوقيت مع بعض في نفس عدد المباراة رغم أنه الأهلي لعب عشر مباراة في بطولات قرية وعالمية خارج مصر زيادة على نادي الزمالك السؤال التاني أنا مش خبير بتنظيم المسابقات أنا بطرح أسئلها الناس بتسألها الجمهور العادي بيسألها هو ليه الزمالك لعب 15 مباراة في النادي الأهلي إيه السبب يعني إيه اللي منع الزمالك من أنه يلعب عدد مطشاط أزيد السؤال التاني هنلعب بإذن الله يوم 18 ويوم 25 نهاية دوري الأبطال 26 قايمة المنتخب 28 أعتقد يبدأ المعسكر فباي باي دوري يعني باي باي دوري يوم بعد بلدية المحلة وقف ملف الدوري تمام؟ هتلعب مع بركينة فاسو بعد كده غينيا بيساو يوم 6 ويوم 10 مظبوط التواريخ 6 يونيو و10 يونيو تصفيات كاس علم وكل التوفيق لكابتن حسام طبعا في مشواره في البطولة إن شاء الله أو في التصفيات يعني اتمنى التوفيق لمنتخب مصر بركينة فاسو يعني أعتقد عنق زجاجة لو قدرت تكسب بركينة فاسو المفروض اللقاء ده هيكون في القاهرة يمكن قضيت على أو بعدت عنك أقرب المنافسين لك لكن في النهاية خلينا نرجع لملفنا هتلعب يوم 10 مع نينيا بيساو برة هترجع هنا القاهرة على أحسن تقدير يوم 11 يعني معناها أنك مش هتفتح ملف الدوري غير يوم 14 لهذا يلعب كم ماتش؟ في الدوري 15 من أصل كم؟ 34 يعني فضلك كم مباراة تلعبها أكتر من نص عدد مباراتك فضلك بالتمام والكمال 19 مباراة تبدأ فيهم بسم الله الرحمن الرحيم 15 ستة محدش جاب سيرة كاس مصر مش هقصتي بقى هتأجل مش هتأجل يعني مش قصتي لكن أنا بكلمك بس في عدد مباراة الدول المتبقية 15 تبدأ فيها 15 ستة أو 14 ستة عندك 19 مباراة نقطة من أول السطر هل ممكن حد يجاوب؟ أتمنى أنه حد يجاوب أعتقد أن السؤال ده مفيش حقاة يعني من كبيرهم لصغيرهم كل المسؤولين على منظومة الكرة في مصر إعلام رياضي مسؤولين في اتحاد الكرة ربطة الأندية عمال غرف خلق الملابس القائمين على إدارة الملاعب يعني كل المنظومة ياريت حد يطلع علينا بإجابة للسؤال ده